نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوغرافا صلة الضوء على قناة السويس كأهم شريان ملاحي يربط حركة التجارة بين الشرق والغرب أبرز التقرير استمرار تحسن أداء قناة السويس برغم الأزمة الأوكرانية مستعرضا إحصائيات ملاحة بقناة السويس خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف المناظر من العام السابق حيث بلغت حصيلة الإرادات التي حققتها القناة 3.6 مليارات دولار خلال هذه الفترة بنسبة زيادة 20% عن العام الماضي فيما بلغت أعداد السفن العابرة لقناة السويس 11.101 سفينة في النصف الأول من هذا العام بنسبة زيادة 13.7% عن نفس الفترة العام الماضي ترجمة نانسي قنقر